أعظم دي هتقدمها لطفلك هو وقت الوقتنا هو الهدية المجانية اللي بنقدر نقدمها لأطفالنا كل ذكرياتنا إحنا ككبار اتكونت من الوقت اللي قدناه مع عائلتنا رحنا للأهل نعرف منهم إمتى كانت آخر مرة قديتم وقت مع بعض كعيلة؟ المطش مبارح لا إحنا عندنا بصراحة وقت بنعد فيه الجوزي بيجي يعني تقريبا في وقت كل يوم بتاع الساعة 8 يعني من الشهر فعندنا وقت إن إحنا نعد ساعتين ثلاثة كده مع بعض يعني أكيد أحوال اليوم الحاجة الجديدة حاجة معينة حصلت لازم تتقال وآخر مرة قعدنا مع بعض مبارح تشاركت أنا وحمزة والمدام ماشا اتفرجنا على مطش مصر يعني قعدنا تفرجنا على المطش بالكامل وكان وقت ضريف في مطش مصر والسنغال اتفرجنا فيه مع بعض في البيت وكمان سألنا الأطفال بابا وماما بيقضوا معيكم وقت قد إيه؟ لا بيقضوا معي بس هم لما يكونوا مشغولين بيقضوا يعملوا في الشغل بتاعهم ولما يكونوا فاضيين بيقضوا يقضوا معي وبيلعبوا معي وكده كده في الأجزم بيقضوا وقت طويل بس مش في الأجزم بيقضوا في معي وقت طويل كنوا في الشغل وكان نص اليوم كده اللي بتأكده لنا الدراسات هم حاجتين بيحققوهم وقت العيلة الحاجة الأولانية هي الصحة النفسية الجيدة للطفل والحاجة الثانية هي تعزيز ثقة الطفل بنفسه الطفل اللي بيتكون وبيكبر فعيلة هي بتديله من وقتها بيكون عنده صحة نفسية جيدة لأنه بيحس دايماً إن هو طفل مهم ومقدر الوقت اللي بتدوه لأطفالكم هو راستكم الدايم اللي بيكون موجود عند الأطفال باستمرار بتسئل كتير عن مرحلة المراهقة خصوصاً إزاي نقدر نصاحب أولادنا والإجابة دايماً بتكون إن أنا بعد لمرحلة المراهقة من بداية ما الطفل بيكون عمره يوم الوقت بقى اللي بنيديه لأطفالنا من هم وصغيرين هو الرصيد اللي بنستخدمه في فترة المراهقة سألنا الأهل لو عندك كل الوقت اللي هتقديه مع عائلتك إيه الحاجة اللي نفسك تعملها في الوقت ده؟ هو اللي عاوز يقعد مع أولاد وهيقعد يعني هيخلق وقت بس إحنا الحمد لله نشكر ربنا يعني فيه انتظام في شغلي فأنا بروح على البيت على الساعة سبعة ونصف ثمانية ففيه وقت إنه هنقعد مع بعضينا في البيت فالوقت للأسف ما بيكونش كافي بنحاول إن احنا نعوض ده في المتوقع من اليوم وأيام الأجازة بقى وقت الأجازة بنكون أغلب الوقت مع بعض بتسيل كتير قوي هو الوقت ده ممكن يكون قد إيه؟ الإجابة المثالية إن الوقت ده هو محتاجين نص ساعة في اليوم نقضيها مع أطفالنا بس لأنه دايماً الحياة فيها مشاغل وفيها حاجات كتير بنعملها مش بالضرورة تكون بالمثالية دي والحقيقة ما بقاش الفكرة إنه إحنا بنقضي مع أولادنا وقت قد إيه؟ لكن المهم هو إيه اللي بيحصل جوه الوقت ده؟ اللي بيحصل جوه الوقت ده إنه محتاج يكون مخصص بالكامل لأطفالنا ما يكونش فيه أي حاجة تانية بتشغلنا عنه ممكن نتفق كمان على الوقت ده الوقت ده ممكن حتى يكون أكلة بنتجمع عليها مرة في الأسبوع ممكن يكون يوم بنقضيه كل فترة بس المهم إن الوقت ده يكون بالكامل لأطفالنا فيش أي حاجة بتشتتنا عنه مش بنتنازل عن الوقت ده مقابل أي حاجة تانية يعني لو في يوم كنت مخصص إنه ده الوقت اللي أنا هعوده مع أولادي وتجي لي مثلا مشوار أو أي خروجة تانية على طول أضحي بالوقت ده وأروح أعمل الالتزام اللي علي لأ أنا المفروض إنه أكون باعتبر إن الوقت ده اللي بخصصه الأولادي هو كمان التزام الوقت ده على فكرة مش بالضرورة نكون قاعدين فيه كلنا كده مع بعض بنهزر وبنتحك أو بنتكلم في أي حاجة الوقت ده ممكن يكون خروجة ممكن يكون تمشية ممكن يكون وقت بنتفق فيه إننا هنخرج نشتري حاجات مع بعض بس إحنا في الوقت ده مقررين إن إحنا نكون بنسمع بعض بنعرف إيه اللي بيحصل في يومنا وإيه اللي بيحصل في الأحداث من حوالينا رجعنا للأطفال وسألناهم نفسكم بابا وماما يعودوا معيكم قد إيه؟ يعني طول اليوم الناس يغضوا معي كل يوم وإيه الحاجات اللي نفسكم تعملوها مع بعض؟ نعم مع بعض ممكن نفرق على التلفزيون أو نلع يعني مثلا نهضر مع بعض نضحك نقول نكت أنه يحكي قصص كده رجعنا للأهل مرة تانية وسألناهم الحاجات اللي نفسكم ما تكونش موجودة في الوقت اللي بتقضوه مع بعض؟ هو للأسف الموبايلات خدت مننا وقت كبير يعني هي حاجة مفيدة ولكن للأسف بقت أغلب الوقت فنتمنى أن إحنا لو هنكون موجودين مع بعض يعني يومين أو حاجة كده أن ما يكونش موبايلات خالص فساعاتها هتكون فيه بنشوف بعض أكتر إذا كان بيتفرج على التلفزيون في حاجة معينة لا نتفرج كلها مع بعضين في الحاجة دي أو كل واحد يسيب تلفونه شوية عادي نتكلم عادي نحكي عادي نقترح اختراحات مع بعضين تخروجة مثلا في سفرية عدم التواصل والتشتت تحسي أن كل واحد بيبقى في حتة بتاعته كده يعني غرفة مظلمة كده ممكن تكون حاجة مضايقين ومش عايزة أقولها ممكن جوز يكون عنده حاجة مضايقين ومش عايزة يقولها ممكن الولاد نفسهم كان جون الكبير لجوفاني دي حاجة بيضايقني بس ساعتها هي ما بتخدش وقت كتير بس ساعتها بكون متضايق مش عارفة ساعتها عامل إيه يعني مهم إن أنتبه كويس جدا إن الوقت ده هو مش وقت أبدا لتصحيح الأخطاء ولا للنصايح يعني إش مثلا لو حد من ولادي حكيلي موقف حصل معاه في المدرسة الموقف ده مكانش مظبوط قوي على طول أروح قالي بالوقت ده لوقت أكون بقول فيه نصايح وبصلح الأخطاء لا بالعكس في الوقت ده إحنا بنحكي بكل أمان مهم جدا إن أولادنا يكونوا حاسين بالأمان في الوقت ده بعد كده أنا لو عايز أتكلم عن الموقف اللي اتحكى ممكن أكون بتكلم عنه في وقت تاني خدوا بالكم إن الوقت اللي بنقضيه في العيلة كلنا مع بعض والوقت اللي زي ما كنت بقول بقدر استخدمه بعدين يعني ممكن بعد كده أروح أتكلم مع حد من الولادي عن حاجة هو حكاها واحتمال جدا يكون محتاج مساعدتي ولولا الوقت اللي إحنا قضيناه مع بعض بنحكي فيه يمكن ما كنتش عرفت هو محتاج لإيه أو كنت عرفت أخبارهم إيه أعملوا كل اللي إنتوا عايزينه في الوقت ده الوقت ده ممكن يكون بنحكي، بنرسم، بنكتب، بنتفرج على حاجة سوا بنتشارك مع بعض إن إحنا نعمل أكل أو نعمل أي حاجة تانية مختلفة بس المهم إننا نكون بنقضي الوقت ده وبنخصصه فعلاً لأولادنا وقت العيلة هو من أعظم الحاجات اللي ممكن تكون بتحصل في حياة أولادنا والحاجات اللي هيفضلوا يفتكروها طول عمره اشتركوا في القناة